من قلبي سلام لبيض الغناب يعني لي هو كان طوق النجاة لإلي بهاي المغامرة اللي خطته اسمي علا الصغير أنا فلسطينية سورية خلاني بسورة بمدينة حمص عشت ودرست فيها وكملت كل حياتي فيها لا أحد ما تزوجت متقلت على الشام بعدين على مصر بعدين على البرازيل كفلسطينية بتوقع الكل بيعرف أنه صعب دخول أي بلد نحنا ما بحثنا أنه نحنا وين حابين نروح نحنا بحثنا أي بلد هو قادر على استقبال البلد الوحيد اللي كان فاتح بوابولا وفينا ندخل هو كان البرازيل أكثر شي عزبني هو أني خسرت اسمي كيف يعني خسرت اسمي؟ ببساطة أنا اسمي علا أول حرف من اسمي عين ووحيد اللغة العربية التي تنطق هذا الحرف بقى صار اسمي أولا بعدين لما جيت لهون اكتشفت أنه أولا هي مرحبة باللغة البرتغالية بالنسبة لموضوع التأقلومي ببلاد الغربة ببلاد السامفة ما كان سهل أبدا الغربة بشكل عام هي صعبة بس الطريقة اللي طلعنا فيها من بلادنا والطريقة اللي جينا فيها لهون ما كانت سهل أبدا التعود والتأقلوم يفهم الواحد الثقافي هون طريقة التعايش تعلم اللغة إيجاد عمل باب دخل يعني كتير أمور بتلعب دور طبعا ما أنا الوحيدة اللي مريت بهاي التجربة كل مين مرأ فيها أكيد بيعرف الصعوبات اللي هي شاسعة وواسعة كافة الأصعود النفسية والجسدية والعملية والأسرية وكله موسيقى أصطي مع الغناء اللي هي مثل ما بيقولوا منذ نعومتي أظافري طبعا بسبب الوالد الله يرحمه أبو فؤاد هو اللي كان غرز فيني حب الفن والموسيقى والثقافة كانوا هو بيعزف عود وبيحب الموسيقى ورفقاته كلهم كمان موسيقيين دائما يتجمعوا عنا بالبيت العزف والغناء لثلاثة وأربعة الصباح كل هالشي نمى فيني هذا العشق مثل ما بيقولوا موسيقى أول ما وصلت لهون بشكل عفوي كنت عم ببحث عن أماكن بتقدم موسيقى عربية كوني أنا مغرمي بهذا الموضوع لموضوع إيجاد الراحة النفسية لأكثر والأقل فلما ما وجدت كان من إحدى الاقتراحات بروفسور بالمعهد اللي بلشنا فيه لتعليم اللغة البرازيلية وهو قال لي ليش أنت ما بتبلشي هاي الجملة اللي هلأ ما بنساها تماما هيك قال لي ليش ما أنت بتبلشي هيدا أنا في سولو بروفسور اقترح بأنه نعمل نعمل مثل أمسي بسيطة فعالية بسيطة اللي هي مثل تجربة وأنا أغني فيها ونشوف ردة فعل الجمهور وتفاجأت بي ردة الفعل كانت رائعة يعني 200 شو ممكن عملتها أو حفل موسيقى بهدول 8 سنة بس هاي الحفلة بالذات كانت إلى وقع خاص لأنه هي كانت الباب سميت الفرقة فرقة نهواند اللي هو اسم مقام عربي لحتى يتميز ويلفت نظر اسم الفرقة ويمسأل شو يعني نهواند ويكون ليلفت النظر سميت الفرقة بالإضافة إني أنا عضو بأوركسترا اسمها أوركسترا موندانا هيفوجي اللي هي موندانا من مونديعو وهيفوجي من رفوجي لأنه هي بالأصل كانت فرقة موندانا تتألف من أشخاص وعازفين برازيليين وبعدين المايسترو كارمينوس أضم مجموعة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات له الفرقة اللي هي صارت كبيرة من 22 شخص منغني بمختلف اللغات موسيقى غالبية الجمهور طبعا برازيلي والغريب بالموضوع التفاعل هلا هو عمان وسهل موضوع إنك توجد لغة خاصة دين أنا كمطربة وعم بغني بلغة غريبة عن هذا الجمهور وبين شعب يتكلم لغة تانية تماما وحتى الأغاني تبعهم مختلفة أو الإيقاع اللي هني متعودين عليه موسيقى الغربية مانا سهلة فدائما عندي هاي الغصة بإنه أنا ما حطيت بشمتايتي الأغراض اللي أنا لازم فعلا إني أحطها اللي هي طفولتي وذكرياتي حياتي كاملة أنا كانت ما حطيت تياب ولا حطيت ألعاب ولا حطيت أي شي من هذا الموضوع أكيد كانت لميت كل شي اللي هو بشكل المرأة اللي أنا عليها اليوم فهيهي ويا أخذنا باعي أخذنا بشكل المرأة اللي هاتيري